أعوذ بالله من الشيطان الوجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطحر والرجز فهجر ولا تملم تستكثير ولربك فاصبر فإذا نقر في الناق رب ذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ومن خلاقت وحيد وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهدا ثم يتبعوا أنزيدك الله إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا إنه فكر وقدر فاقدل كيفاقدر ثم نظر ثم عبذا وصر ثم أدمر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤسر إن هذا إلا قول البشار سأسليه سقار وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر نواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكتهم وما جعلنا عدتهم إلا فتة للذين كفروا ليستيقن الذين لا آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يدل الله من يشاء ويده من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كالله والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أصفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر كل نفس مما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المسلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوذ مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرا فرت من قسورا بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى سحفا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرا كلا إنها تذكرا فمن شاء ذكرا وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العزيم